واحد من الاسئلة اللي بسألها بسرعة متكررة وهو يا عمر هو انا لو روحت الجيم او مثلا مارست الرياضة وانا عندي صالح وراسي فده هيصرع صالح الوراسي وهذا هو تساقط الشعر بتاعي ولا لا. ودايما بجاوب عن الناس او بجاوب على اي حد يسألني السؤال ده ان هو الجيم او الرياضة ما لهمش علاقة بتساقط الشعر. لو انت عندك صالح وراسي استخدم ادوية بتحل المشكلة دي زي الفناصر ده وروح مارس حياتك الطبيعية جدا وروح مارس رياضة واعمل فورمة كويسة. مش عشان مسلا انت عندك صالح وراسي فهتلغي كل الحدي من حياتك. يعني في ناس مسلا يقول لي انا بطلت جيم عشان انا خايف اه من شعر ان هو يقع من الصالح الوراسي. اقول له انت غابي. روح خد ادوية الصالح الوراسي وروح الجيم بتاعك لان اه التمارين الرياضية او الجيم اللي هي فوات صحية اللي يغينا عنها. بس برضو تعال اكلمك بصورة كده علمية وبصورة عملية هل فعلا رفع الاسقال او التمارين الرياضية لها دور في تساخط الشعر ولا كل ده بلح? اول حاجة معظم الناس اللي مقتنعة ان رفع الاسقال بيؤدي الى زيادة تساخط الشعر او تصريع الصالح الوراسي هو طبعا للفهم البسيط للناس عن التمارين الرياضية وعن الصالح الوراسي. يعني معروف ان الهرمون الاساسي المسؤول عن الصالح هو هرمون دي تش تي. هرمون دي تش تي ده جسمك بيكونوا من هرمون التستاصر ومعروفة ان انت لما بتزود الكتلة العضلية وبتروح الجيم فمستوى التستاصر عندك بترتفع فالناس قلت لك طالما تستاصر هيرتفع فكده معناه ان الديتش تي هيرتفع لانه ناتج منه وبالتالي معدل الصراع الوراسي هيزداد طبعا الكلام ده صحيح لو مستوى الديتش تي ازداد على البصيلة فده هيؤدي الى تسريع الصراع الوراسي بس خلينوا واقعيين انت لما بتتمرن لفترة زمنية محدودة فده بيرفع التستاصر لفترة زمنية قصيرة وبعدها مستويات التستاصر بترجع على المستويات الطبيعية غير كده هم ما فيش دليل علمي ان مثلا ان التمرين بيزود مستويات التستاصر او في مستوي البصيلة او آه الناس بتقيس او العلماء بيقيسوا مستويات التستاصر في الصيروم مسلا او الولي ماشي في الدورة الدموية او اللي جسمك بينتجه انما مش بيقيس مستويات التستاصر في الانسجة الموجودة في بصيلة الشعر بتاعك وغير كده زي ما JENN крутتلك فده ارتفاع بيكون اكيوت ما هواش ارتفاع دائم يعني مسلا اه ما تروح الجيم مش كأنك خطة مسلا حقوق التست آآ لان كان زمان كل الناس كده لو شوية التمرين بيزود مساوية التستاصرون طول اليوم فاللي يخليك تاخد مسلا او كده طالما الموضوع بالبساطة دي لا هو الجسم بيزود مساوية التستاصرون وقت التمرين بشدة وبعدها بترجع لمساوية الطبيعية فما فيش دليل علمي يقول لك ان رفع الاسقال بيؤدي الى زيادة تساقط الشعر في ناس ثانية تقول لك ان اللي هي مسلا زي التمرين الجري البسيط او الماش بسرعة معتدلة اللي هو بيسموها الكارديو عموما يعني بيقول لك ان هي آآ مفيدة لنمو الشعر اللي انها بتقلل مساوية الديتش تي انما مسلا الآن زي مسلا رفع الاوزان التقيلة او ان انت مسلا تروح في سبرينت آآ او اللي هو الجري بسرعة عالية ده ممكن يسرع الصرع الوراثي لان انت كده بتزود هرمون الديتش تي طبعا برضو ده آآ فهم بسيط وملوش اساس من الصحة قوي لان برضو انت لو جيت تبص على الموضوع او العمليات البالوجية اللي بتتم لما انت بتروح ترفع الاسقال فتلاقي ان جسمك بيحسن آآ دفاعه ضد الشوائب الحرة بيحسن مسلا من عملية اسمها الاوتوفيجي او زي ما انا شرحت قبل كده في فيديو الصيام ان الاوتوفيجي آآ مهم لادخال الشعار في مرحلة الانجن فمنفعش مسلا انك تبص على الموضوع من جانب واحد لازم انت بص على المعادلة بصورة كاملة غير كده في ارض الواقع فالناس اللي تعد تقول لك لو انت روحت الجيم فانا لاحزت ان زيادة في الصالع الوراسي او كل الكلام ده فهو غالبا بيكون شخصا عنده اصلا جين الصالع الوراسي ومعروفة ان آآ اللي عنده صالع الوراسي فهو بيفقد شعره بصورة تدريجية فمنفعش مسلا انك تربط انه فقدت شعرك بسبب انك بتروح الجيم او مسلا ما حاجة انت بتعملها وتهمل العامل الجينية والوراسية انت كده 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 هتصلع سواء كده عدت في البيت او سواء ما عملش اي حاجة فانا شايف ان لو انت عندك جين الصالع الوراسي ومهتم بشعرك فابتدي استخدم الادوية اللي انا دايما بقول عليها زي الفنسرد والمونوكسيزيل الدوتاء السرد المضادات الاندرجين الموضعية او اي حاجة انا تانية ذكرتها في القناة وروح اتمرن وعادي اه ما تشغلش بالك بقى ادي تشتري طفع شوية تستصر ان رتفع ساعتين وبعدها نزل فده ممكن يسرع للصالع الوراسي تشغلش بالك بكل كل الكلام ده انت راجل عايز تحافظ على شعر استخدم ادوية الصالع وروح اتمرر ما تسيبش نفسك بقى للا ايه احتمالية ان انت لو روحت الجيم من غير فنسترايد وانت عندك جين الصالع الوراسي ان شعرك يقع طيب لو ما شعرك بهمك استخدم الادوية وانا عن نفسي انا انا بروح للجيم من زمان جدا وملاحظتش مسلا ان هو ازاود للصالع الوراسي وتساغط الشعر هو الموضوع عندي في الجينات وطبعا ما ينفعش مسلا تقارنني بالاشخاص التانية لا قارنني مسلا بنفس الناس اللي فعلتي مسلا نفسي جيناتي الناس مسلا اللي فعلتي اللي في الفئة العمرية بتاعتي او لما كانوا في الفئة العمرية بتاعتي فكلهم كانوا صالع يعني جين الصالع الوراسي عندنا في العيلة شارس جدا سوارج جلة وستات فان انا حفظت على شعري كده وانا بتمرن بقى لي جي خمس سنين وباخد يعني باخد تست وباخد دلوقتي سايكل تانية غير التست وحفظت على شعري فده ما يقلقش انت كشخص طبيعي بتعتمد على انتاجك الطبيعي للتست ونازل وراح الجيم فخد استخدم المينوكسيديل روح الجيم اعمل فورمة حاسم من نفسك كلها تتبع تحت ما تاخدش حجة ان انت مش هتنزل للجيم عشان شعرك ما يقعش وتلاقي نفسك بقيت كسول وكرشك بقى اتنين متر قدام دي حاجة مش مقبولة نهية بس كده هتمنى الفيديو يكون عجبك لو عندك الصفصار سيكون تحت في الكومنتات ولو حابس الشرعة ومطابعة الاكترونية فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن وقس كده هشوفكم في الفيديوهات الجاي